موسيقى بس دفت الناس غلطين كي سحبوا بأن المسافة الفاصلة ما بين المغرب و ما بين الجزائر هي ستة أو سبعادة الكولومترات أولا ما كناش ستولى سبعادة الكولومترات يعني ذلك المنطقة العازلة ما بين الحدد المغرب و ما بين الجزائر لا المسافة اللي كتفرق ما بيننا كمغربة و ما بين العدو الجزائري راهيها وحيدة ربعتاشر وستاشر قرن حيث يرجعنا للعملية الأمنية التي قامت بها قوات المسلحة الملكية يوم 13 نوفمبر 2020 أثناء تطهير معبر القرقالات من العصابة للبوليزاريو يعني من ذلك النهار اليوم يعني 8 شهر دبا تقريبا يندروا أن يمر يوم دون أن تقوم وكالة الأنباء العسكرية الجزائرية بنفت السموم ضد المغرب و نشر أخبار كاذبة و ملفقة و مختلقة يعني اليوم وصلنا الـ 185 بلاغ عسكري اللي نشراته لوكلة الأنباء العسكرية الجزائرية دي ما يسمى بين قوسين جيش شعب صحراوي ضد المغرب مرة هجمنا على تيفاريتي مرة هجمنا على السمارة مرة هجمنا على الحوجة مرة هجمنا على المحبس مرة هجمنا على كريبة الفولا مرة هجمنا على تيشلا إلى آخره والحال أن هذا المعارك أو هذا الحروب اللي كتنشرها يعني القيادة العسكرية الجزائرية أو البوليزاريو يعني لا توجد إلا في الهضاء في الفيسبوك ولا في التلال في التويزر ولما قلنا بأنه المسافة اللي كتفصل بيننا وبين العدو الجزائري هي 18 قرن و 16 قرن لم نقل ذلك من باب يعني التراف بالعكس تعززه المعطايات الدامها لأن العقل الكوني اخترع ما يسمى بالأقمار الاصطناعية وكان عرفوه بأن الأقمار الاصطناعية تصوره يعني أضق تفاصيل على مستوى الأرض لدرجة أن النمل الذي يضيبه في الأرض ممكن لأقمار الاصطناعية أن تلتقط صوره وما حدث أن الشيق أقمار الاصطناعي صور النشيم على كم لدي المعارك التي خضتها جزائر أو الملحقة دي لها البوليزاريو ضد المغرب هذه اللولة الثانية نسات التغمية العسكرية الجزائرية أن المغرب فيه ما يسمى بقوات المينورسو لتابع الأمم المتحدة والمهمة الوحيدة والوحيدة لهذا المينورسو هي أن تجوب الحدود المغربية الجزائرية صباحا مساء للوقوف ورصد هل هناك واحد العملية دي لإطلاق النار أو تبدل يعني النار ما بين المغرب وما بين جزائر وما بين بوليزاريو ثالثا نسات التغمية العسكرية الجزائرية أن المغرب فيه 83 سفارة أي 83 سفير معتمد وكان عرفوا بأن السفير أي سفير المهمة دي له ويطلق الودنين دي له ويعرف ما يجري في ذلك البلد الذي هو معتمد فيه وما حدث أننا سمعنا شي سفيري دي دولة على شأنها أو قل شأنها قال بأن هناك حرب أو اعتداء دي القوة العسكرية أو دي البوليزاريو على المواقع العسكرية المغربية رابعا نسات التغمية العسكرية الجزائرية أن المغرب فيه 83 ملحق عسكري أجنابي معتمد في المغرب وما سمعنا أن هذه الملاحق العسكرية للدول بمختلف جنسيتها أنه شجل شي بنقوسين هذه الحرب الوهمية التي كتبتها وقالت العنباء العسكرية الجزائرية خامسا الطغم العسكرية الجزائرية تناست أن المغرب اعتمد فيه يعني 91 صحفي أجنابي معتمد في المغرب يمثلون 22 جنسية وهذه 91 صحفي عندهم بطاقة الصحفة وعندهم بطاقة دي التصوير في جيبهم لهم الحق الكامل في أن يصوروا كل ما يجري في المغرب من طنجة إلى القويرة ويبتون على الأقبار الاصطناعية على الموقع وعلى اللحظة وعلى المقعد في حينه بدون رقابة وبدون تدخل من أي كان وما سمعنا وما سمعنا أن شي جريدة من هذه الجرائد أو هذه المواقع الإخبارية والتلفازات والإداعات المعتمدة في المغرب أن الصحفيين ديونها شجلوا هذه الحروب الوهمية التي تختلقها القيادة العسكرية الجزائرية يوديو البوليزاريا ثم يعني باش نختموه يعني هذا الحق أو لهذه الجنون دي التغمية العسكرية الجزائرية أنه المغرب في كل عام تعطيه رخص للتصوير يعني ضرفي لوكلات ولمواقع والإداعات ولتلفازات وهذا الرخص تختلف من سنة إلى أخرى على حسب لا تنصي تيدي الوقع اللي كتوقع ما ننسوش يعني إحنا دبا الآن في 2021 بقي أو نطاقوا كونطا بريزي يعني هذا الرخص ولكن في 2020 كنا كوفيد وكنا تقيود بالتدابير الاحترازية وكنا منع الصفر وكنا 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 ومع ذلك المغرب منح عفوا يعني 334 رخصة تصوير لموقع أجنبي أو لإداع أجنبية أو لوكلات أجنبية أو شركة إنتاج أجنبية على كامل تراب الوطني وما سمعنا أن هذه 334 رخصة تصوير شيء واحد اللي قال لك هو تدير الصورت واحد الموقع العسكرية قامت بها الجزائرة قامت بها البوليزاريو ضد المغرب إذن هذا الشيء كامل اللي قلناه على ماذا يبين يبين ليس فقط على التخلف اللي كتعيش فيه وكتعيش عش فيه طغمة العسكرية الجزائرية بركي يبين بأنه واحد الإسهال للحقد وواحد الإسهال للقراهية دي العدو العسكري الجزائري ضد المغرب لكن عارفوا الإسهال كين عندي واحد دوا واحد واسم يكتع إلا الجزائر ما عندهاش بشتري هاد دوا تقلب على المولكي اللي كيمكن لي هاد داوي هاد الإسهال والله يشافيه العسكر للجزائر من العقدة اسموها المغرب ترجمة نانسي قنقر